السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفضليات وأيها الإخوة والأخوات طبتم طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله هذا لقاء من لقاءات التفسير للقرآن الكريم يسعدني ويشرفني أن يتجدد هذا اللقاء على شاشة قناة الرحمة ولازلنا بفضل الله جل وعلا مع تفسير صورة الفاتحة وأذكر إخواني وأخواتي وأقول صورة الفاتحة صورة مكية أي نزلت بمكة أو قبل الهجرة كلاهما صحيح في تعريف القرآن المكي فمن علمائنا من قال القرآن المكي هو ما نزل بمكة وما جاورها ومن علمائنا من قال القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة فصورة الفاتحة صورة مكية وهي سبع آيات بالبسملة والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم وهي سبع آيات بالبسملة وتسع وعشرون كلمة ومائة واثنان وأربعون حرفاء طيب تاني 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 حاضر بالراحة عاوزين بقى نعيش كده ونستمتع بالقرآن نستمتع بالقرآن وما تستعجلوش علي في التفسير ما عليش سمحوني ما تستعجلوش علي في التفسير خلونا نعيش مع كلام الملك القدير جل وعلا وإحنا ورانا إيه ما تخلونا في هذا البستان إلى أن نلقى الرحيم الرحمن أسأل الله جل وعلا أن يبارك أعمارنا وأن يزكي نفوسنا وأن يختم لنا جميعا بخاتمة الإيمان وأن يجعلنا من أهل القرآن الربانيين إنه ولي ذلك والقدر عليه مستان ما فيش أمتع من كده ما فيش أمتع من كده أبدا فأنا أقول واسمح لي أن أكرر هذه الكلمات يعني في جل الحلقات أقول العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتنوعت وتعددت أبوابها وأحوالها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأعظمها مبنى وأسماها معنى وأقومها قيلة وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير لكتاب الملك القدير فهو شمس ضحاها وبد ردجاها فهو شمس ضحاها وبد ردجاها لأن شرف العلم بشرف معلومة وعلم التفسير علم يتعلق بكلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وفضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل الخلق وفضل القرآن على كل كلام كفضل الله جل وعلا على كل الخلق فما تستعجلنيش يعني مثلا إلا لا دي ما تزعلوش مني ناخد الحلقة كلها في الاستعاذة وخلونا الحلقة القادمة في البسملة وبعد كده ندخل على الفاتحة ما تستعجلوش علي أقول الفاتحة صورة مكية مكية يعني إيه يعني نزلت في مكة تزادها الله تشريفا أو قبل الهجرة كلاهما صحيح أو قبل الهجرة جميل وهي سبع آيات بالبسملة وحن ألباء أقوال أهل العلم في البسملة وأحكام أهل العلم في أقوال أهل العلم في حكم البسملة إن شاء الله وتعالى سبع آيات بالبسملة تسع وعشرون كلمة مائة واثنان وأربعون حرفا كلام جميل وهي أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني أم القرآن وأم الكتاب لماذا؟ لأن المصاحف تفتتح بها خطا وتبدأ القراءة بها في كل الصلوات أو لأن كل معاني القرآن الكريم راجعة إلى الفاتحة أو إن شئت فقل الفاتحة متضمنة لكل معاني القرآن الكريم فهي أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة أو لأنها استثنيت لأمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فلم تنزل الفاتحة قط على نبي قبل سيد الأنبياء ولا على أمة قبل خير أمة أخرجت للناس شايف الكرامة شايف المكانة لأمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بزعل جدا من أي طالب من طلبنا أو ابن من أبنائنا ينتقص قدر أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم والأمة يا شيخ ضاعت وحلها والعاذ بالله كل بلاء والمعاصي كترت والذنو أخي الحبيب كانت الكبائر موجودة على عهد المصطفى أو أتنسى الكلام ده كانت الكبائر موجودة على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم بل أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحدود بنفسه الشريفة نعم أقام حد الرجم على ماعز والغامدية ولا ينبغي لأحد أن ينكر هذا بدعوى العقلنة لا بل لابد أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والحكم على الأحاديث ليس مرده العقول أبدا وإنما يجب أن نرجع إلى القواعد التي وضعها الصيارفة النقاد والجهابذة الأفذاذ من علماء الحديث تلك القواعد التي من خلالها نستطيع أن نحكم على الحديث بالصحة أو الضعف أو الوضع لكن الحديث عقلي لا يقبله أأم رد الحديث لا فعقلك قد يقبل حديثا يرده عقلي وعقلي قد يقبل حديثا يرده عقلك وتضيع السنة بين العقول لا بل يجب علينا أن نرجع إلى الفحول من علماء الحديث جزاهم الله عنا وعن أمة الحبيب خير الجزاء لنحكم على الأحاديث بالصحة والوضع أو الضعف أو البطلان لابد من أن نكون على بصيرة بهذه القواعد أما العقول فعلى العين والرأس أنا لا أقلل من قدر العقل ولا من شأن العقل أبدا بل الإسلام يبارك العقول بل القرآن يبارك العقول ويزكي العقول ويقدر العقول ويقول جل وعلا أفلا يعقلون أفلا يتدبرون قل سيروا في الأرض فانظروا إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى غير ذلك لكن لا ينبغي أن نجعل من العقل حاكما أو إن شئت فقل لا ينبغي أن نجعل من العقل طاغوطا يعبد من دون الله جل وعلا فما حكم به العقل أو ما حكم العقل بصوابه قبلناه وما رده العقل رددناه لا ليس هذا في دين الله في كتاب الله أو في سنة رسول الله بل فليتدبر العقل النص القرآنية والنبوي وليتفهم العقل النص القرآنية والنبوي أما أن يرد العقل لأن العقل لا يستوعب الدليل القرآنية والنبوية فهذا باطل لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ولله ضر شيخي وحبيب بن القيب إذ يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا نور النبوة مثل نور الشمس نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل فإذا عدلت عن الطريق تعمده فاعلم بأنك ما أردت وصوله يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا العلم قال أنا العقل قال أنا أحرزت غايته العلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بيعرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه التصفاء بالعليم ولا بالعاقل فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه التصفاء فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفاء الناس من جهة الأصل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشابهة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر إلا إلا لأهل العلم ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء أرجع إلى الفاتحة فتح الله علي وعليكم بما يرضيه وبما يدلنا عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه وأنا قلت مرارا أنا أترك رزقكم لله جل وعلا الرزاق ذي القوة المتين أسأل الله أن يجعل رزقنا موفورة إنه ولي ذلك والقادر عليه الفاتحة هي أم القرآن وهي أم الكتاب وهي السبع المثاني لأنها استثنيت لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأقول لا ينبغي أن نقلل من قدر الأمة ولا من كرامة الأمة ولا من شأن الأمة حتى وإن كانت تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف والهوان حتى ولو كثرت المعاصي والذنوب لا تسقط الأمة كانت أمة الحبيب صلى الله عليه وآله ولزالت وستظل خير أمة أخرجت للناس تريد أن تعرف السبب لن تجد على وجه الأرض الآن أمة توحد الله إلا أمة الحبيب هي الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي حققت مراد الله جل وعلا والغاية التي من أجلها خلق الخلق كل الخلق وأرسل الرسل كل الرسل وأنزل الكتب كل الكتب وكذلك الصحف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وربنا جل وتعالى قل أفمن كان مؤمنة كمن كان فاسقة لا يستوون قال جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار هيهات هيهات أمة النبي المختار كانت ولا زالت وستظل بإذن الله خير أمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها استثنيت صورة الفاتحة لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك سميت الفاتحة بالسبع المثاني بالسبع المثاني وصورة الفاتحة كما ذكرت هي أعظم صورة في القرآن الكريم كله كما في رواية البخاري من حديث أبي سعير بن المعلى وقد ذكرتها بالتفصيل وكذلك في الحديث الذي راه أحمد وأبو داود والتلمذي وغيرون من حديث أبي بن كعب وقد ذكرت الرواية بالتفصيل في الحلقة الماضية وذكرت أيضا أن ملكا ملكا كما في الصحيح مسلم حديث ابن عباس بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا أي صوتا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من أبواب السماء لم يفتح قط إلا اليوم فنزل ملك فقال جبريل وهذا ملك لم ينزل إلى الأرض قط إلا اليوم قال فسلم أي فسلم هذا الملك على رسول السلام المصطفى وقال له أي الملك قال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك شايف الكرامة دي يا معقول ما بتصلش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك الله الله فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة فاتحة الكتاب سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى وصورة الفاتحة سماها الله في الحديث القدسي بالصلاة قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين وصورة الفاتحة هي الرقية وهي الواقية والكافية والشافية ولا أريد أن أتوقف عند هذه الأسماء لأنني ما توقفت إلا عند الاسم الذي دال عليه الدليل الصحيح من كتاب ربنا أو من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأفاضل سورة الفاتحة خلي بالك معي أوي مجتملة على الشفاءين معا وقد توقفت عند هذه الكلمة الجميلة لشيخنا بن القيم رحمه الله قال وصورة الفاتحة مجتملة على الشفاءين معا شفاء القلوب وشفاء العبدان خلي بالك من التأصل ده وصورة الفاتحة مجتملة على الشفاءين معا شفاء القلوب وشفاء الأبدان والله ما أحوجنا والله ما أحوجنا جميعا إلى هذا الدواء وإلى هذا الشفاء لكن القضية عوز قلوب بأتسمى عن الله جل وعلا وتسمى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا أمل من قطع ولن ينقطع بإذن الله في أمة الحبيب وفي عودة صادقة بفضل الله لا ينكرها إلا جاحد أو إلا أعمى البصر والبصيرة في عودة صادقة إلى الله في عودة صادقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا ينبغي أن نحاكم هذه العودة لماذا لم تغير الأمة بالصورة التي ينبغي لأن ما هدم في سنوات لا يمكن أن يبنى في أيام البناء يحتاج إلى أضعاف أضعاف سنوات الهدم فلا تتعجلوا واعلموا بأن الله جل وتعالى لا يعجل بعجلة أحد اسمع مني الكلام ده وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله وليس أحد أغير على الإسلام وحبيبه المصطفى من الله ومع ذلك فهو لا يعجل بعجلة أحد جل جلاله جل جلاله وتقدست أسماءه لا يعجل ربنا بعجلة أحد بل من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه والمرع والمسابقة في الخيرات والمسابقة في الطاعات هذه عجلة مرضي عنها من رب الأرض والسماوات وعجلت إليك ربي لترضى هكذا قال الكليم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أما العجلة الأخرى أن تتعجل الشيء قبل أوانه فاعلم أن هذه من الشيطان وستعاقب حتما بحرمانه ولا حول ولا قوة إلا بالله عشان كنا بولي أحبابنا وأولدنا وإخواننا لا تتعجلوا لا تتعجلوا ما علينا إلا أن نبذر بذرا صحيحا بذرا صحيحا من كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة الأطهار الأبرار الأخيار وأن ندع النتائج بعد ذلك إلى العزيز الغفار وأن ندع النتائج بعد ذلك إلى العزيز الغفار لكن لا تتعجل ولنتأدب مع الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب معه والأدب مع حبيبه المصطفى والأدب مع أهل الفضل إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول أيها الأحبة صورة الفاتحة تشتمل على الشفاءين شفاء القلوب وشفاء الأبدان خلي بالك من الكلام ده والقلوب مريضة مريضة بأمراض كثيرة جدا وتحتاج إلى دواء ويزداد الأمر خطرا إذا علمت أن السعادة في الآخرة مدارها على قلب سليم خلي بالك يا أحبابي بقول لحضرتك يزداد الأمر خطرا إذا علمت أن السعادة في الآخرة مدارها على قلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا الله اللهم اجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب السليمة ما هو القلب السليم؟ قلب سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والضغائن والهوى إلى غير ذلك من الأمراض لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد ومن بدعة تناقض السنة ومن غفلة تناقض الذكر ومن شهوة تناقض الأمر ومن هوى يناقض الإخلاص تاني تاني يمولنا بالراحة علينا شوي بالراحة يمولنا شوي حاضر نقول تاني لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد ومن بدعة تناقض السنة ومن غفلة تناقض الذكر ومن شهوة تناقض الأمر ومن هوا يناقض الإخلاص تمام مرة تلتة حاضر أنا خدام أكتب بس ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله فهذا من نفيس كلام شيخ وحبيب بن القيم رحمه الله تعالى ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد ومن بدعة تناقض السنة ومن غفلة تناقض الذكر ومن شهوة تناقض الأمر ومن هوا يناقض الإخلاص اسمع بقى كده بعد التأصل ده القلب يصاب بعلتين أو مرضين لو اجتمع على القلب أهلكاه مرض الرياء ومرض الكب رياء خلي بالك إحنا لسه في الفاتحة ما خرجناش ولسه بدري أوي مرضاني إذا اجتمع إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء الله 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 كلام جميل عالي أوي إياك نستعيني إياك نعبد آه أعبدك وحدك لا منازع لك ولا شريك هو ده الإخلاص هو ده الإخلاص أن تبتغي بقولك وعملك ونيتك والإنسان لا يهلك إلا بفساد العلم وفساد القصد لا يهلك الإنسان إلا بفساد العلم وفساد القصد أي فساد النية فإياك نعبد أن تفرد الله جل وعلا وحده بالعبودية والعبادة هذا هو الإخلاص وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء والحنيف هو المائل عن الشرك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال جل وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال قال تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي لفظ ابن ماجة وأنا منه بريء وهو للذي أشرك جميل يبقى إياك نعبد وهنعرف وهنعرب الكلمتين لأن التقديم لقول إياك له معنى بديع سنتعرف عليه في موضوعه إن شاء الله جل وعلا إياك نعبد ولم يقل نعبد إياك لا إياك نعبد لطيفة سنقف على سرها وفضلها إن شاء الله تعالى إياك نعبد يعني لا أفرد إلا ربي جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك أفرده وحده بالعبادة لا أفرد بالعبادة إلا الله إياك نعبد والعبادة ليست مجرد كلمة ترددها لسنة فالعبادة في اللغة أصل معناها الذل هنعرف بالتفصيل هنعرف بالتفصيل إن شاء الله ونأتكلم عن قول تعالى إياك نعبد نعرف بالعبادة في اللغة والعبادة في الصلاح وأركان العبادة نتعرف على أركان العبادة ونتعرف على شروط صحة العبادة إلى غير ذلك إن شاء الله من معاني جميلة جليلة في هذه الآية الفذة الفريدة من آيات صورة الفاتحة إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكب رياء اسمع فإذا من الله عز وجل على العبد فطهره من الرياء بإياك نعبد وطهره من الكب رياء بإياك نستعين عوفي العبد بفضل الله جل وعلا من جميع أسقامه وأمراضه ورفل في أثواب النعيم فأصبح من المنعم عليهم بهدن الصراط المستقيم وأصبح ممن نجاهم الله ونجاهم الله تبارك وتعالى ممن وصمهم أو حكم عليهم بالضلال والغضب ولا حول ولا قوة إلا بالله إياك نعبد وإياك نستعين ثم يرفل في أثواب النعم بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ونتعرف على الصراط وعلى أنواع الهداية وهديت الدلال وهديت التوفيق والهداة في الآخرة إلى غير ذلك من المعاني الجليلة في موضعها إن شاء الله وتعالى ونجاه الله تبارك وتعالى ممن قال الله فيهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طيب يبقى يبقى صورة الفاتحة مجتملة على الشفاء شفاء القلوب وإذا كانت الفاتحة مجتملة على الشفاء الأكبر والشفاء الأول وهو الشفاء القلوب فهي من باب أولى مجتملة على الشفاء الأدنى وهو الشفاء الأفدان لا لا تاني تاني بس القضية عاوزة يقين القضية عاوزة يقين منش عاوزة تجرب رب العزة ما تقربش ربنا لا تقول والله أنا حرق نفسي ويا الله يعني يا صابت يا خابت لا حاشا لله إذا أردت أن ترقي نفسك وأنت على يقين بأن الفاتحة مجتملة للشفاءين الأكبر وهو شفاء القلوب والأصغر وهو شفاء الأبدان إذا فعلت ذلك بيقين شفاك رب العالمين وعلى قدر ضعف اليقين وتخلف عنصر من عناصر هذا الدواء والشفاء يكون تأخر الشفاء وعلى قدر تأخر عنصر من عناصر هذا الدواء والشفاء يكون تأخر الشفاء ويكون دوامه المرض وقد ذكرت لحضراتكم في الحلقة الماضية مع رواد بخاري ومسلم أن من حديث أبي سعين الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم يعني حي عنده لؤم خلي بالك من الله أقوله ده حي عنده بخل استضافوهم فلم يضيفوهم مع أن العرب قد اشتهروا بالكرم وحسن الضيافة لكن لم يضيفوا هذا الوفد الكريم والنفر المبارك من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال هؤلاء هل فيكم راق فقال رجل منهم نعم فقام معهم فرقى سيد الحي بالفاتحة فبرأ شفاه الله جل وعلا وفي لفظ البخاري فقام وكأنما نشط من عقال يعني كأنما كان مقيدا بالقيود فانفكت عنه قيوده فقام يمشي معهم وما به قلبه يعني لا يشكو علة ولا وجع ولا مرض فأعطوه قطيعا من غنم وسقوهم لبن فقال أحدهم اقسموا فقال الذي رقى لا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنذكر له الذي كان من أمرنا فننظر ماذا يأمرنا به فقال يا رسول الله كان من أمرنا كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية وما يدريك أنها رقية ثم قال بأبي وأمي وروحي اضربوا اقسموا واضربوا لي معكم بسهم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم أنا عاوز أقول إيه عاوز أقول بأن الفاتحة شف الله عز وجل بها سيد الحي الذي من مرض بدني مش مرض قلبي أو روحي مع أن المحلة غير مهيئ ربما يكون هذا الحي ليس مسلما أو حي بخيل لئيه فالمحل غير قابل للدواء ومع ذلك لما صرف الدواء حصل الشفاء ما عرفش أنا على قدر جهل بقى بحاول أوصل لكم معنا مش عارف أوصل ولا إيه الحي ده قال علماؤنا ربما يكون هذا الحي ليس مسلما أو ربما يكون هذا الحي قد أسلم لكن أهل هذا الحي عندهم لؤم وعندهم بخل وشح بدليل أنهم رفضوا أن يضيفوا هذا النفر الكريم من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما تقدم الراقي ورقى هذا المريض بالفاتحة شفاه الله جل وعلا مع أن المحل لهذا الدواء غيره قابل فما ظنكم لو كان المحل قابلا لهذا الدواء أرجو أن أكون قد وفقت في توصيل المعنى محل غير قابل للدواء ومع ذلك لما نزل عليه الدواء شفاه رب الأرض والسماء فما ظنكم لو كان المحل قابلا للدواء ونزلت الفاتحة على قلب وبدن رجل مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم يعتقد اعتقادا جازما أن الفاتحة هي الشافية بفضل الله تبارك وتعالى أو هي الرقية أو هي الرقية يعتقد أن الفاتحة هي الرقية وما يدريك أنها رقية ما ظنك لو شفى أو لو رقى لو رقى المريضة رجل صالح من أهل الدين ومن أهل الإيمان ممن يعتقدون اعتقادا جازما أن الفاتحة هي الرقية فالفاتحة مجتملة على الشفاءين الشفاء الأول والأكبر والأعظم وهو الشفاء القلوب وإن كان ذلك كذلك فمن باب أولى فهي مجتملة على الشفاء الأدنى وهو الشفاء الأبدان طيب أقول أيها الأفاضل وتأدبا منا أسأل الله أن يرزقنا ياكم الأدب وتأدبا منا بقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تأدبا منا بقول رب العالمين تعالوا بنا لنقول جميعا قبل أن نشرع في تفسير صورة الفاتحة وهذه كلها كانت مقدمة تعالوا بنا لنقول جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقف معي امتثالا منا لقول ربنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سمعا وطاعة سمعنا وأطعنا فنقول جميعا قبل أن نقرأ صورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله فأوقع الماضي موقع المستقبل لثبوته جل جلاله أوقع الماضي فإذا قرأت أوقع الماضي موقع المستقبل أي إذا أردت أن تقرأ القرآن أوقع الماضي موقع المستقبل لثبوته فإذا تهيأت أخي الحبيب وأخت الغالية لقراءة القرآن الكريم فاشرع وابدأ قراءتك بالاستعاذة ما هي الاستعاذة هي قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلي بالك معايا أجمع العلماء أجمع العلماء والإجماع عزيز أجمع العلماء على أن قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس آية من القرآن الكريم أقولتاني خلي بالك عشان ما تخلطش بين الآلنا قرأتها الآن أقول أجمع العلماء على أن قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس هذا القول آية من كتاب الله جل وعلا كلام جميل وجمهور أهل العلم على استحباب أو استحسان قراءة الاستعاذة قبل قراءة القرآن وجمهور أهل العلم على استحباب أو استحسان قراءة الاستعاذة قبل قراءة القرآن أن تستفتح قراءتك للقرآن بالاستعاذة استحب جمهور العلماء واستحسنوا ذلك هذا بالنسبة للقراءة خارج الصلاة فما حكم الاستعاذة داخل الصلاة خلاف كبير بين علمائنا والراجح بعد جهد جهيد وبحث وتمحيص وتحقيق أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ داخل الصلاة لم يثبت أنه بدأ الصلاة بالاستعاذة ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لكن الاستعاذة قبل قراءة القرآن مستحبة أو مستحسنة عند جمهور أهل العلم جميل ما معنى الاستعاذة الاستعاذة في اللغة أعوذ بالله الاستعاذة هي الاستجارة والالتجاء والتحيز إلى شيء بمعنى الامتناع به تاني 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 حاضر الاستعاذة لغة هي الاستجارة والالتجاء والتحيز إلى شيء بمعنى الامتناع به تقول عذت بفلان عذت بفلان أي لجأت إليه واحتميت به وامتنعت به واستجرت به أعوذ بالله أي أحتمي بالله وأستجير به وألجأ إليه وأعتصم به وأمتنع به جل وعلا من الشيطان وشره ونفخه ونفثه وهمزه الله حضرتك استوعبت معنى الاستعاذة لأنه نحتاجها الآن خلي بالك يا إخواني لأن كثيرا مننا يردد معنى الاستعاذة وهو لا يدرك معناها وهو لا يعرف مقتضاها ولا يعرف قدرها وفضلها وجلالها أعوذ بالله الله أكبر أعوذ بالله أحتمي بالله وألجأ إليه وأستجير به وأمتنع به وأعتصم به من الشيطان وشره ونفخه ونفه وهمزه وعدوك نوعان عدو ظاهر وعدو باطن أما العدو الظاهر فهو عدوك من بني الإنس وهذا علاجه ودواؤه في الإحسان أو المصانعة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يدفع هذا العدو بالإحسان إليه أو بالمصانعة أو بغير ذلك أو برد عدوانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أما العدو الباطن وهو الشيطان وهو أخطر عدو وأول عدو وأكبر عدو كما سأبين لحضراتكم الآن بإذن الله جل وعلا هذا لا يدفع أبدا إلا بالاستعاذة بالله جل جلاله إلا بأن تلجأ إلى الملك وأن تستجير به وأن تعتصم به وأن تنتنع به وأن تحتمي به وأن تلجأ إليه سبحانه وتعالى فهو وحده القادر على أن يحفظك من الشيطان وشره ونفخه ونفثه وهمزه اسمع لله جل جلاله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وفي الآية الأخرى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وفي الآية الثالثة قال جل وعلا وقل رب أعوذ بك وقل رب أعوذ بك من همزات الشيطين أحتمي بك وألجأ إليك وأمتنع بك وأعتصم بك وأتوكل عليك وأفوض أمري إليك ألجأ إليك فأنت وحدك القادر على أن تدفع عني شر هذا العدو الباطن اسمع مني ولما كان الشيطان يرى الإنسان ولا يراه الإنسان أمر الله العبد أن يستعيذ بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان الله 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 لا تاني 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 بقول راحة كده بتقول لي بقول لك لما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه الإنسان أمر الرحيم الرحمن العبد أن يستعيذ بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان والذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان هو ربنا جل جلاله وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم أعذنا من الشيطان وشره ونفه ونفه يا أرحم الراحمين إبقى أعوذ بالله طيب عرفنا أعوذ يعني ألجأ إليك أحتمي بك أمتنع بك أعتصم بك من شر هذا الشيطان أعوذ بالله طيب ما تجونا اتفق على أن نفسر لفظ الجلالة في البسملة فالموقع هناك أولى بسم الله خلنا نفسر لفظ الجلالة الله ونحن نفسر البسملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما الشيطان ومن أي الألفاظ اشتقت لفظة الشيطان الشيطان في لغة العرب مشتق مشتق من شاطنا مشتق من شاطنا شاطنا يعني يعني بعدة فهو بعيد عن الخير بعيد عن رحمة الله جل وعلا يبقى شاطنا أي بعدة والشيطان أي المبعد المبعد عن رحمة الله أو من رحمة الله أو البعيد عن الخير قال سبويه إمام النحاة الشيطان من تشيطن أي فعل فعل الشياطين تشيطن أي فعل فعل الشياطين والشيطان مبالغ في الشيطن والشيطان مبالغ في الشيطن تشيطن أي فعل فعل الشياطين والشيطان مبالغ في الشيطن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيضا من علمائنا من قال الشيطان مشتق من شاط يشيط أي هاج وأحرق ولا شك أن هذه هي مدته ولا شك أن مادة الشيطان الإحراق لأنه مخلوق من نار كما قال ربنا جل وعلا وكما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الشيطان مشتق من شاط يشيط أي هاج واحترق كل هذه معاني اشتق منها لفظ الشيطان والشيطان هو إبليس هو إبليس وإبليس من الجن بنص القرآن وليس كما نسب لابن عباس رضي الله عنهما كان إبليس طاوصا من الملائكة وما من موضع شبر في السماء إلا ولو سجد هذا كلام لا يصح أبدا عن ابن عباس رضي الله عنهما بل الشيطان هو إبليس وهو بنص القرآن الكريم من الجن قال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين جميل وقرأ معي قوله تعالى في سورة الكاف وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه مسألة محسومة أنا معرفش لي التطويل في الكتب ومآت الصفحات ونفضل بقى نحلل الشيطان والجن الشيطان بنص القرآن كان من الجن كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا خلي بالك عداوة الشيطان لك عداوة حقيقية عداوة حقيقية ليست وهمية وليست ظنية لأنك أمام آية قرآنية وأمام حديث نبوي قال الرب العلي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رأى النسائي من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها قعد له على طريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين أبائك وأجدادك فعصاه فأسلم فقعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتذر أرضك وسماءك فإنما مثل المهاجر كالفرس يستن في الطول أي المهاجر مقيد مقيد في بلد الغربة كما قيد الفرس فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال قال فعصاه فجاهد قال صلى الله عليه وسلم فمن مات منهم على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة شايف الشيطان على كل طريق لك بالمرصاد خلي بالك من العداوة عشان تعرف قدر الاستعاذ اللي أنا بتكلم فيها الآن الشيطان لك بالمرصاد وهو عدوك الأول والأكبر واللدود ومع ذلك يخنس إن ذكرت الله جل وعلا واستعذت به تبارك وتعالى واحتميت به وامتنعت به واستجرت به ولجأت إليه جل جلاله بل اعلم أن الشيطان يجري منك مجرى الدم في العروق نعم كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث روال بخاري ومسلم من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا قالت فحدثته ثم قمت لأنقلب أي لأعود إلى داري خل بالك تقول فقام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلبني يعني عشان يوصلني وخل بالك ظن بعض أحبابنا أن دار صفية كانت في المسجد لا وكانت دارها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقام معها رسوله وخرج وهذا دليل على جواز أن يخرج المعتكف من المعتكف للضرورة وكانت دار صفية في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما قالت فقام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلبني يعني ليوصلني فمر رجلان يا الله مشهد صعب جدا مر رجلان فالرجلان حين رأى الرجلان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال بأبي وأمي وروحي على رسلكم على رسلكم انتظر إنها صفية بنت حيي الله أكبر فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضه فلا تضع نفسك في الشبهات حتى لاقع الناس في عرضك أما إن اتقيت الشبهات ووقع الناس في عرضك فلا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم فربنا تبارك تعالى قل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين أوعطت صور أن بشرا لن يسلم من ألسنة الخلق لو سلم أحد من ألسنة الخلق لسلم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بل لقد تطاول الخلق على خالقهم جل وعلا والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترطيل قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتان وتضليلا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل فالرسول يقول على رسلكم إنها صفية بنت حيي فقال أي الرجلان سبحان الله يعني ما أقول هنشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيته أن يقذف في قلبيكما سوءا ومن أروع وأمتع ما قرأته في تعليق تعليق على هذا الحديث ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله قال لم يخف رسول الله على نفسه هو بل خاف رسول الله على الرجلين لأنهما لو شكا في رسول الله كفرا كفرا بالله جل وعلا فأراد النبي أن يقطع على الشيطان طريقة حتى لا يقع الرجلان في هذا الخطر العظيم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءا فالشيطان لك بالمرصاد بل في رواية جميلة في صحيح مسلم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ليلا فغرت دبت الغيرة في قلبها وصدرها قالت فلما عاد ورأى ماذا أصنع قال ما لك يا عائشة أغرتي قالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله أي وأغر نص وما لي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله فقال أو قد جاءك شيطانك يا عائشة قالت أو معي شيطان يا رسول الله أنا أم المؤمنين وزوج سيد المرسلين والصديقة بنت الصديق والحصان الرزان المبرأة من السماء معها شيطان أو معي شيطان يا رسول الله قال نعم ما من إنسان إلا ومعه شيطان قالت حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم الله فأسلم فأسلم بضم الميم يعني فأسلم أنا من شره ولا فأسلم بفتح الميم يعني أسلم الشيطان قال الخطى به بضم الميم فأسلم أي يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شره وقال القاض عياض والنووي وغيرهما وهذا الذي أدين لله به بل هذا هو الصحيح بنص الرواية بفتح الميم فأسلم أي فأسلم الشيطان أي استسلم وأذعن وانقاد لله ثم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص الرواية في صحيح مسلم فأصبح لا يأمرني إلا بخير ولا تعجب فالجن كما قال ربنا جل وعلا حكاية عنهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشد وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة وقد بينت أن إبليس كان من الجن بنص القرآن الكريم لا تعارض البتة بين الأدلة المهم أن نجمع بين الأدلة بفهم دقيق ووعي عميق أسأل الله أن يعلمنا إنه لذلك والقدر عليه طيب وقفت على خطر الشيطان وعلى خطر هذا العدو اللدود اعرف فضل الاستعاذة بمجرد ما تستعذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم يعني المطرود من رحمة الله الملعون الرجيم يعني الملعون أو المطرود من رحمة الله بمجرد ما تستعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس ويبتعد بس عوزك تستشعر معنى الاستعاذة عوزك تعيش حلاوة الاستعاذة أعوذ بك الله أكبر يأخذ فلان يقول لك إيه أنا واستطباء الوزير الفلاني خلاص فيه ثقة عنده ثقة قل لك أنا واستطي فلان حد الشيطر يتكلم طب تصور لو استعذت أنت واعتصمت أنت بالملك بمالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله اسمع قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا يعني نزل في أي مكان في بيت ولا في سفر ولا في طريق ها خلي بالك احفظ الكلام ده بقى من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله تاماتي من شر ما خلق قال الحبيب لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك انتم سدقين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيوة والله العظيم لو انا شفت حاجة بعيني لو رأيت شيئا ببصري ببصري ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما رأت عيني اخبرني بخلاف ما رأت عيني انا اصدق رسول الله واكذب بصري ليه يا شيخ اصل بصري قد يزيغ وقد يطغى ما المفتاح ببقى فيدك ام الحج وانت دايخ عليه في الشقة كلها ببقى في جيبك وانت مش شايفه قد يزيغ بصري وقد يطغى اما بصر الحبيب قال فيه ربنا جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى اسمع الرواية تاني في صحيح مسلم من حديث خوله بنت حكيم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا يعني نزلت دارا جديدة او نزلت مكانا او نزلت في فندق او نزلت في غرفة او توقفت سيارتك لتصلي في مكانا في الطريق او في الصحراء ما تنساش الذكر ده والدعاء ده اعوذ بكلمات الله التامات ما هي كلمات الله التامات الراجح كما قال علماؤنا القرآن والتمات يعني الكاملة التي لا نقص فيها ولا خلل ولا عيب ابدا لا نهى كلام الحق جل جلاله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تولي الدعاء ده بيقين لا يضرك شيء حتى ترتحل من منزلك الذي نزلت فيه بأمر رب العالمين وبموعود الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الذي رأى الإمام أحمد أنا عاوز أخلص عشان ننهي الجزئية دي ونبدأ في الحلق القادمة في البسملة إن شاء الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم الحديث راه الإمام أحمد وأبو داودة والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما و日本 حسن والله العظيم ندين لله بحب الحسن وندين لله بحب الحسين وندين لله بحب الزهراء وندين لله بحب آل بيت سيدنا رسول الله نعلنها بأعلى الصوت وبملء الفم ندين لله بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله من ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة بالقرآن من كل شيطان وهامة هوام الأرض هوام الأرض التي تمشي في الأرض من السباع ومن ثعابين والعقارب إلى غير ذلك أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أي حاسدة باغضة ولا حول ولا قوة إلا بالله مبغضة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب والنبي عليه الصلاة يرقي الحسن والحسن بالدعاء ده ويقول إيه يقول كان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق ده رقية قديمة بقى أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وفي صحيح البخاري ومسلم عن سليمان بن سورة دن رضي الله عنه قال استب رجلاني عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني سب أحدهما الآخر ورد الآخر على الأول فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه حلت الغضب بقى والسب والصراخ وفي حضرة النبي في حضرة مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام استب رجلاني في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه فقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد الله أكبر خلي بالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقام رجل من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر هذا الرجل المنفعل الغاضب فقال له بكل انفعال وغضب هل تراني مجنونة؟ هل تراني مجنونة؟ أو هل ترى بي من جنون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأختم بهذا الحديث الجميل في صحيح مسلم من حديث عثمانة ابن أبو العاص عن عثمانة ابن أبو العاص رضي الله عنه كلنا محتاجين الحديث دخل لبالك أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاة وقراءتي آه ده جل الناس هكذا يدخل الصلاة يأتي الشيطان يذكره بما لم يكن يتذكره من قبل ولا يدري الإنسان أقرأ الفاتحة وهو قائم أن قرأ التشاهد ولا حول ولا قوة إلا بالله فعثمان بن أبي العاص بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاة وقراءتي يلبسها علي أو يلبسها علي كلاهما صحيح إن الشيطان حال بيني وبين صلاة وقراءتي يلبسها علي أو يلبسها علي فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب أو خنزب هذه الأوجه كلها صحيحة بضم الخائي أو بفتحها أو بكسرها ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب أو خنزب فتح إزاي ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة نسخل بالك وإخواننا واتفل عن يسارك مش تتف على الواقع في جنبك بيصلي لا أتفل كده بس هو ده أعمل مرة تانية ثلاث مرات تفل دون أن يخرج رذاذ من فمي أحد وأحبابنا بيقول له وأنتم بتعلموا اللي أولاد أنهم يتفوا على الناس في الصلاة وتقولوا أعوذوا بالله إزاي هل وقف في الصلاة كل شوية اللي جنبه عمال يتف علي لا التفل التفل بالأدب ده الأدب النبو ده قال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان نقله خمزة فإذا أحسسته فتعوذ بالله من واتفل عن يسارك ثلاثوان وإن فصلي مش كده إطلاقا وإنما ونف بس واتفل عن يسارك ثلاثة قال عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه ففعلت ذلك فأذهبه الله عني ففعلت ذلك فأذهبه الله عني باليقين في كلام سيد النبيين صلى الله عليه وسلم كفاء كده في استعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن شاء الله تعالى نستهل حلقة التفسير يوم الأحد القادم بإذن الله عز وجل في تفسير معنى البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم وإن إيش بقى معه بسم ومع لفظ الجلالة الله نتعرف بقى على لفظ الجلالة الله ونتعرف على اسم الرحمن ونتعرف على اسم الرحيم وعلى صفة الرحمة مضوع طويل مضوع جميل ومضوع جليل وأسأل الله ألا يخرجنا وإياكم من بستان القرآن حتى نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وأن يسطرنا وإياكم في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وبرك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته